اجتمع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة مشروعات ونشاط هيئة القناة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع تأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة وتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعادلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها اجتمع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار وعلى معدل عبور للسفون وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة بات الطاقة الاستعابية والحمولة الضخمة كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتدائمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كما مر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط خاصة خدمة التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمة انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستقدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك وذلك دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد